اوكي يا جماعة النهاردة عاوز اواريكو الاكشن بتاع الفلوتنج ستيك بيتس بتاعت وليمسن سيرفس برو دي خبستاشر سانتي الفلوتنج ستيك بيتس عامة بيعتبروا مش من اسهل الاكشن اللي ممكن تحققها فيها تكنيكس كتيرة وفيها اسرار كتيرة هنتكلم مع بعض النهاردة في اكتر حاجة بيزيك ازاي تخلي الفلوتنج ستيك بيت تنزل من البوزيشن بتاعها ده الطبيعي بتاعها في المياه السابت ان هي تعمل دايف وتبطي تعمل اكشن بتاعها في سر في الموضوع ده مش كل الناس تعرفوا انا اخدت وقت شوية عبال لما ابتديت افهم الاكشن ده ممكن احققه ازاي طبعا الكست مش هتتكلم فيها احنا عارفين ازاي الكست المفروض وممكن اعمل حاجات تفصيلية تانية للباندي اللي مكاسم بعدين الفكرة في الاكشن بتاعك انت عاوز تعمل سويب او تعمل سحبة عاوزك تفكر معي السحبة دي اك انك بتعمل سحبة ستريت بالعود يعني شايف العود عامل ازاي العود بيجي من هنا ستريت بيتسحب كده ما بتعملش سيمي سيركل او ما بتنزلش تحت قوي او فوق قوي الموضوع بيبقى تحاول تخلي ستريت على قد ما تقدر من الجم ستريت من الجم ستريت طيب ايه اللي بيخلي الموضوع بيجي من الجم ستريت بيتس عامة ما تعملش الاكشن بتاعها وتلطش على وش المية ما تنزلش تعمل الاكشن بتاعها مزبوط تحت السر في الكسة دي كلها اركز معي بقى هو في ان انت لما بتلم وتعمل السحبة بتاعتك اللي احنا اتكلمنا عليها او ممكن اوريكم الناحية التانية برده عشان تبقى واضحة السحبة ستريت اهي يا بينما بعد حكونت تحمل الصلاك في المعول يعني يحتاج ان تترخي المعول فانت بترخي المعول بقي وتع so many examples وعلى طول بتطلع من هكذا سترخي المعول سترخي المعول بقي و الان لا تتقدر والان طيب يخترب الأخر سترخي الحEuro من التوق تترخي المعول طبعا فيه طرق كتيرة جدا ازاي تعمل الاكشن ده بطرق مختلفة بمعنى ان انت ممكن ان انت تعملها بطيقة ممكن تعملها سريعة ممكن تعملها قصيرة ممكن تعملها طويلة فيه طرق كتيرة جدا ممكن اتكلم عليها بالتفصيل بس اهم حاجة في الموضوع ان انت لازم تعمل اول سحبة تبقى مش عنيفة انت عاوز تسحب بالراحة وتفضل تسحب 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 بعد كاف الاخر خالص زوق بسرعة لقدام انت عاوز ترخي الحبل ترخية الحبل دي هيا هتخليك تعمل اكشن مزبوط بتاع الفلوتنج ستيك بيت طيب انا بكاست وبعدين ببتدي اركز بلم الحبل بس خب بالك ما تلمش حبلك لحد لما تجيب تنشن ده مش بوبر ما تشد ما تعملش تنشن او ما تسحبش الحبل للاخر انت محتاج تسيب ترخية في الحبل عشان اول ما ما تشد البوبر سوري الستيك بيت بتتنتج تحت المياه فتعمل اكشن مزبوط من غير بص مفيش تنشن وارح ساحب طلع لقدام ستريت ساحب طلع لقدام ساحب فيه ناس بتحب انها تعمل السحبة او السويب من غير ما تكون بتلم تطلع لقدام تلم ترجع تاني تطلع لقدام تلم بس خدوا بالكو دي بتوقف شوية الستيك بيت مع سمكة زي الكنعد او 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 براكودة او الحاجات اللي هي بتخش تقص عند عين السمكة بسرعة قوي ممكن تقطع الخيط بسهولة فانت عاوز تتأكد ان انت بتعمل اكشن مزبوط في نفس الوقت ما بتستناش كتيره فممكن ان انت شغال انت بتسويب سويب و بتلم تطلع لقدام تطلع لقدام تطلع لقدام تطلع لقدام تطلع لقدام دي طريقة هنقول دي الطريقة التقليدية يعني فيه طريقة تانية اقصر شوية الاكشن بيكون اقصر والتنشن بيكون متواصل شوية فهي تعتبر ان هي اسرع بتعمل سويب بتاعك بالشكل ده و انت بتلم ممكن تنزل العود بالطريقة دي او ممكن انت تعمل سويب بالطريقة دي او ممكن انت تعمل سويب بالطريقة دي الاكشن كده شغال والاكشن كده شغال واكيد انت ممكن تختارع فيها ولكن السر اللي انا كنت اقوله لك ان انت لازم تتأكد مية في المية ان انت بتسحب من غير تنشن عشان تخلي الستيك بيت بتاعتك تنزل تحت المية طيب انا عاوزك تركز معي بقى في الفرق ما بين ان انت بتعمل اكشن مزبوط في الستيك بيت او ان انت ماشي بتلطش على وش المية وخلاص عاوزين اتفق ان اي معمول ان هو يعمل دايف سنة تحت المية ويعمل اكشن بتاعه باش ان هو يلطش فوق المية بس انت طبعا ممكن بالتكنيك تخليه لطش او ينزل بس المهم ان انت تبقى عارف انت بتعمل ايه طيب اعريكو الكومن مستيك او الخطأ المعتاد يعني الوقت اكتر حاجة النسبة بتاخدش بالها منها وتستخدم مستيك بيت هي ان انت لما بتعمل السويب بتاعك بتعمله سويب جامد دي غلطة انت مش بتستخدم مستيك بيت فانت عاوز الستيك بيت ينزل وبعد كده يعمل الاكشن فانت لازم تدينه فرصة انه ينزل وبعد كده يعمل الاكشن مفاش انت تروح السحبه جامد فيروح نطر فوق المية تعالوا نشوف السحبه جامده دي سحبه جامده جدا دي سحبه جامده جدا دي سحبه جامده جدا انت بحتاج ان انت بدل ما تسحب جامد كده تسحب بالشكل ده دي فرصة للستيك بيت يعمل الاكشن بتاعه فهمتوا الفكرة؟ يعني الفكرة ان انت على قد ما تقدر بتحاول ان انت ما تنتش الستيك بيت بتاعتك زي البوبر ادي لها وقت ادي لها وقت تعمل اكشن ارجع تاني طيب الغلطة الناس تعملها كتير ودي تركة بقى مش كل الناس عارفها يعني انت ممكن تحقق اكشن بالستيك بيت بس فيه سر كده بيسهل الموضوع شوية السر اللي احنا اتكلمنا عليه هو ان انت بعد ما تعمل بتاعتك تخلي سويت بتاعتك على عد ما تقدر متخليهش بالجامبل تحت ممكن تخليهش لفوق خليها ستريت مع السيك بيت يعني تخيل الخط مستقيم كده مع السيك بيت في المياه واسحب بالخط المستقيم ده بعد ما تسحب السحبة بتاعتك البطيقة اللي احنا اتفقنا عليها لازم بترجع بسرعة تعمل ترخية للخيط لازم بتسحب من الترخية لو انت عاوز تعمل اكشن سريع وجامل تحت المياه اسحب وانت مرخي متسحبش وفيه تنشن على الحبل دلوقتي فيه تنشن على الحبل لو سجيت سحب ستلتش على وش المياه شفت؟ فانا محتاج ان انا اخدها من سلاك وهي مرخية ممكن الاكشن يكون برضه فيه باك هند وفيه فور هند انت ممكن تعمل كده تسحب تطلع لقدام تسحب تطلع لقدام تسحب تطلع لقدام تسحب تطلع لقدام طبعا كل لما الستيك بيت بيقرب عليك كل لما الاكشن بيكون صعب تحقيقه وهو بيكون مضبوط وستيك بيت بعيدة هتمنى اكونوا انبسطتوا ياريت لو مبسوطين من الفيديو ستدونا لايك تعملوا شيرز لصحابكو عشان يستفادوا نساش تعمل فالو للفيسبوك